السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اياكم سالم السويدي البرودكاست الجولة الأحداعش اللي دوري أنكم محترفين العين في الصدارة وبكل جدارة وبدون خسارة أول شي هرد لك للنصر قدمة مباراة كبيرة مبروك للعين وهالجولة جولة لابتعاد في الصدارة العين ابتعد وبفارق سبع نقاط العين يغرد خارج السرب سبع عشرين نقطة والوحدة شواب الأهلي عشرين نقطة لو نقسم الجدول العين في الصدارة بسبع عشرين فارق سبع نقاط عن الوصيف ومن مركز الثاني لمركز السادس فارق ثلاث نقاط من مركز السابع لمركز الأحداعش هم فارق ثلاث نقاط في منافسة بين مركز الثاني أو من مركز الثاني للسادس ومن السابع للأحداعش الأول الأول طاير فوق من أحداعش مباراة فزنا في ثمان وتعادنا في ثلاث ولا خسارة الفريق الوحيد بدون خسارة العين الحمد لله فاز على النصر بالنتيجة ثلاثة واحد اللي حاب يشوف الفلوك بترقون موجود فيه على الشاشة وبعد قبل أول أسبوع اللي طاف نزلت فلوك مباراة النصر والعين دور 16 اللي كأس رئيس الدولة اللي بعب ترقون الفلوك موجود فيه على الشاشة سار الليل يا أبو ثلاثة اللي دارة اشتغلت في الفترة اللي طافت وفي الانتقلات الشتوية بتكون فيه صفقات وإن شاء الله في البرودكاستر ياي بتكلم عن الانتقلات الشتوية العين تخطى طبقة الأوزون والمجموعة الشمسية والمجرات طاير فوق فوق التغريدة هاي هاي يبالي يمكن عشر سلايدات عسب أعرض عليكم التغريدة تغريدة طايرة فوق فاللي حاب يشوفوا التغريدة بتلقون في تويتر تغريدة من كرة الامرات آخر تغريدة من حساب الوحدة الرسمي قبل خمسة أيام خمسة أيام بدون أي خبر وبدون نتيجة نتيجة الخسارة الأمس ضد اتحاد شلبه ماذا يحدث في بيت العنابي صفحة نادي الوحدة رسميا في اعداد الأموات بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة للصفحة الرسمية نادي الوحدة بخسارة العنابي وابتعادهم عن الصدارة بفارق سبع نقاط صلى الله أعزاكم وعظم الله أجركم احذروا الوحدة قادم ولكن كامارا خلطهم الزعيم بطل الشتاء لموسم 21-22 تقييم اللاعبين وتشكيلة الفريق توقعت شاركة جمال معروف ولكن تشكيلة المدرب كانت كالتالي في حرصة مخاد عيسى في خط الدفاع سعيد جمعي محمد شاكر رفاييل إيرك في الارتكاز يحي نادر برمان في الوسط جوانكا في الأجنحة سانتوس ناصر الشكيلي وفي الهجوم سفيان رحيمي لاحظت هذه على الورق ولكن وقت المبارا الفريق لما يلعب بسلوب دفاعي لاحظت أن التشكيلة كانت 4-4-2 مأمن كانت فيه كثافة على الأطراف الناصر عندهم لعبين خطيرين على الأطراف فعلى هالأساس لعب خطة 4-4-2 جوانكا كان يغطي جهة اليمين ورحيمي كان يغطي جهة اليسار في أوقات تتغير المراكز مرة رحيمي يمين جوانكا يسار يسار يمين يمين يسار يمين يسار يحيى نادر رفاييل إيرك ورحيمي رحيمي لأنه نضيع ضربة جزاء فعلى هالأساس أعطيته جيد جدا نجمة المبارا بدون منازع كريستيان جوانكا الله يوفق العين المبارا الياية ضد عيمان اشتريت التذكرة بس هو يفحص بي سي آر وإن شاء الله بنحضر المبارا بتكون آخر المبارا سنة 2021 كل عام انتم بخير إن شاء الله تكون السنة اللي ديدة خير علينا والله يحفظنا شوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الياية ألو زيكة باشا تم هي المدافع المغربي حقب أخبركم يا مالا شفي لقطة طربوني بصراحة في الملعب لعب بلاي ستيشن دعونا نشوف اللقطة يا أخي إيريك ارفع رأسك رجع الكرة أبغي أقول حق إيريك رجع الكرة شو يقولون باللغة اللغة البرازيلية اللغة البرتغالية هم ترجمة ترجمة باس هم شو يقولون باس دبول باسبول 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 إيريك إيريك باسبول باسبول بس لا بصراحة كفو شو يقولون بعد كفو بالله لحظة خلينا نشوفه. والدن. بم فيتو. بم فيتو. بم ترابالو. بم ترابال. بم ترابال. بم ترابالو. تم تم اشف تم من دي. يعني كود وارك هم كود وارك. بم ترابالو. بم ترابال. بم ترابال. بم ترابال. بم ترابال. هذه اللقطة. بم ترابال. بم ترابال. بم ترابال. بم ترابال. بم ترابال. يعني خلاص نعب لي باسو وانفراد قول قولاتو الزين شو نقول thank you وبريقادة وبريقادة إيريك خلاص بس بس هاي بادي كورس بارتغالي عسى بتعلم اشتركوا في القناة